قصتنا النهاردة عن مروة اللي باباها تجاوز كتير لحد ما بقى عنده 15 ولده بنت هي ترتبها فيهم رقم 8 أبو مروة كان موظف جنب الوظيفة كان بيشتغل في الزراعة كان بيشرب مخدرات بيتجاوز ويخلف ما كانش يعرف حاجة عن ولاده بقى اللي جاي مش على قد اللي رايح اتدهور بيه الحال فخرج ولاده من التعليم ونزلهم يشتغلوا في الزراعة مروة مثلا ما تعلمتش قعدة فترة طويلة جدا وقتها لحد ما بقى عندها شهدت ميلاده عندها 10 سنين بابها أهمل في علاجها لحد ما حالتها اتدهورت بقيت قعدة في البيت مش قادرة تمشي ولا تتحرك مع ذلك أبوها كان بيضربها ويجتمع هي واخوتها لحد ما مات مات وساب وراعيشة صعبة على مروة وكل اخوتها والأصعب ان اخوتها الولاد من باباها ما حدش فيهم بيشتغل ولا بيسأل واخوتها لما باباها ومامتها قاعدين في البيت بيشربوا مخدرات وعايزين مامتهم هي اللي تصرف عليهم مروة نفسها حياتها تبقى أحسن تعلمت تقرأ وتكتب والدكتور قال لها ان هي محتاجة عملية بستين ألف جنيه عشان ترجع تمشي وتبقى كويسة جمعت منهم أربعين ألف بالسلف والجمعيات بس جواها حزن ووجع نفسها تموت زي ما بتقول حزن من أبوها اللي خلف 15 عائل وسببهم ومات